عندما تتحدث هذه التسريبات الصحفية فعليا بأنه العراق إسرائيل حددت أهداف في العراق هذه التسريبات الصحفية هل يستوجب أن يتم الرد عليها من قبل الحكومة العراقية كيف ومتى فعليا لا خيار أمام الحكومة العراقية إلا في ضبط الفصائل إسقاطا للذريعة لأنه إسرائيل بشكل أو بآخر ترغب في ضرب الفصائل سواء كان القدرات القتالية منظومة القيادة والسيطرة وحتى لا تتم هذه الرغبة لابد من إسكاط الذريعة الحكومة العراقية لا تتلك إلا خيار إيقاف الفصائل هل تتمكن من مفاتحة الفصائل بهذا الأمر وهل الفصائل ستستجيب الجواب لا لأنه النشاط الدبلوماسي الذي قام فيه فريقا حكوميا في زيارة إيران ومطالبة إيران في تأثير على الفصائل وإيقاف عملياته وقد فشل هذا الفريق في مهامه ثم التوجه إلى تركيا بعد أزمة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تدلل على أن السيد السوداني قد فقد السيطرة على الفصائل بل أبعد من ذلك المظلة أو الغطاء الذي كان يحتمي به تشريعيا عبر الإطار التلسيقي أيضا ما عاد يعطيه مرونة فإذن مسألة الفصائل بات الخيار بيد الفصائل إذا وجهت الفصائل ضربة إلى إسرائيل سنترقب ردا إسرائيليا في ظل عدم اكتراث أمريكي وفي ظل أيضا يعني عجز عراقي فإحنا معادلة خطرة والفصائل إذا ضربت فستضرب ولكن قدرة الردع للعراق تكاد تكون معدومة وعن ذاك ستكون المعركة جوية لا تستطيع فيها الفصائل أن ترد فصائل قدرتها هجومية أما على مستوى الدفاع ذاتي لا تبتلك الدفاع ذاتي الموارد الوطنية لا تبتلك قدرة الردع الجوي ولا حتى على مستوى الإنذار المبكر لأن دائما طائرات التشويش وهذه نخشون في تركيبة من الطائرات غريبة تعمل بفريق جوي واحد من الإنذار المبكر وصولا إلى إسكات منظومات الاتصال إلى التشويش الشامل القادر على إسكات مدن كاملة وطبعا هذه الطائرات إذا حلقت بثلاث طائرات تحتاج إلى غطاء جوي فقط لحماية هذه الطائرات يعني في التركيبة الجوية معقدة جدا نضعها أمام قادة الفصائل لأن لا تدخلون بتحدي نحن لا نمتلك فيه قدرة المواجهة شكرا 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 شكرا